اشتركوا في القناة ورئيس البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط وإنما تستهدف أمن الطاقة العالمي وإمداداته الرئيسية وتمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية واشدد رئيس البرلمان العربي على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حاسما ورادعا لوضع حد نهائي لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيات الحوث الإرهابية والتي تحولت إلى أداة قتل وتدمير لتنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتهديد الاقتصاد العالمي واشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة قوات الدفاع بالمملكة العربية السعودية وجاهزيتها الدائمة في التصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة اشتركوا في القناة